اشتركوا في القناة ونتعرف أيضا حول السيرة التاريخية للملوك أيضا الفرعنة وكذلك أيضا حول المصري القديم ولا يحدثنا في ذلك خير من الأستاذ بسام الشماع الباحث والمؤرخ في علم المصريات سيد بسام تحياتي لحضرتكم شرفنا دايما أهلا بكم جميعا وبكل شعب مصر ومصر هي المصار وهي السيرة وعايز كمان أحيي كل المصريين بينما نحن نتكلم نهاردة بقى عن الـ 22 وهاقولت خير من يحدثنا وقت سيدسان فأتنى كنت أسلم فيهم زي تعمل فيه دكتوراه يعني البحض أو أكتر من دكتوراه خلينا طيب نحييهم وقولونهم نب رمبة حرشن حتب تحية هيروغليفي منحوطة يعني دا دي مش منحوطة من الهيروغليفيات نب يعني كل رمبة عام حرشن وأنتم حتب كلمة عبقرية مصرية قديمة أتمنى أنها يتم وضعها على المتحف من الخارج علشان ترحب بالمطار حتب معناها سلام هيروغليفي كلمة هيروغليفي معنى سلام بمعنى سعادة بمعنى رضا فتخيل حضرتك يعني ادخلها بسلام أمنين وفي المطار كلمة حتب النحية التانية بمعنى الرضا السعادة والسلام جميل طيب اسمح لي ونحن نتحدث سعان الرضا والمحبة والسلام فنبدأ معاك وخير من يحدثنا في هذه الأمور لما يمتلكوا من بحث شديد ومتعمق في علم المصريات والساس بسام الشماع خلين قول رؤيتك حول تجهيز مثل هذه الاحتفالية شايفها ازاي؟ رؤيتك وتجهيز الشوارع وتزيين العقارات أيضا اللي هيسير من خلال هذا الموكب يعني الرؤية العامة لحضرتك طيب أنا وجدت المجهود الكبير اللي اتعمل ده لدرجة أننا عادت أفكر في خلال الشهور اللي فات دي من أول ما أعلنوا عنها وفكرة تجهيز الشوارع زي ما حضرتك بتقول وفكرة اختيار اللوجوز واختيار الشعارات واختيار الأسماء اللي عايتين من أقلها لدرجة أننا قلت لأ دي احنا 3 إبريل ده اليو سابت ده ان شاء الله الموكب ده ما يبقاش موكب واحد احنا ممكن نفكر في مواكب تانية بعد كده هو وتبدأ المواكب التانية دي تبقى بطريقة مختلفة شوية لكن فكرة ان انت تعمل يوم واحد وتستفيد منه بس ولا تقدر تكمل بعد 3 إبريل ودي الفكرة الفكرة حدك لما يبقى عندك حدث حضاري وسياحي في نفس الوقت ما ينتهيش بك أنا في الاصل كمان مرشد ساحي فما ينتهيش في الاصل بان انت بتعمل يوم واحد يعني انت لما بتعمل كاس العلم وتمش كاس العلم وتسقط كاس العلم ويبيعوا تيشيرتات ويبيعوا سيديهات ويبيعوا الجوان والأهزاف اللي دخلت وكلام ده كل فتقريبا نفس الفكرة دي نمر واحد نمر اتنين كل اسم من الأسماء ديت ده انا هستغلي الموكب ده في ان انت لازم كمان تعرف الدنيا صحيح وفتح لك أبواب بمعنى حضرتك سي مثلا اختر لي اسم من الأسماء اه ما نقول لحياة كان الأسماء نتقلت برضو نقول لحياة أنا أطلطها صح ولا لا متنمب نتحدث عن العلم نجلس دائما في حضرة العلم بعين الاستماع بشكل جيد خلنا نقول المميوات المميوات اللي هي اللي هيتنقلوا الملك رمسيس الثاني طب خلينا ناخد واحد واحد وجملة يعني حضرته الاسم ونقول لك خلص قدامه كده رمسيس الثاني رمسيس رمسو كله ده صح تمام اللي أنا بقوله ده كله ده صح رمسيس تمام رع رع الشمس تمام موسيس مولود رع الابن بتاعه كويس حكم 66 سنة وعشرة أشهر رجل صاحب أكبر تمثال ثقيل من الجرانيت في العالم في البر الغربي تمام في معرب اسمه الرمسيوم على الأقل ألف طن مرة تانية مصريين ألف طن قطعة واحدة من الجرانيت نحطت ازاي تجاب الجرانيت من أسوان ازاي لغاية الأسر 225 كيلو ده الفنان النحات العامل البحار اللي في نهر النيل عرفين اللي تقلده كله ازاي نعم فهذا في معبد الرمسيوم رمسيسي ثاني صاحب معبدي أبو سومب ونفاذ أشعة الشمس في الرئيسي وهو أيضا ودي جونة مهمة ونينة لعشخصية اللي بعدها أنا عايزك لما تفكر في رمسيسي التاني يا مصري ويا عربي وكل الناس اللي بتشوفونا ما تفكرش بس فيه على أنه الرجل الوقف فوق العجلة الحربي عمال يضرب الحيثيين في معلقة خادش طول النهار فوق دماغهم هذا إنجاز عظيم وكل حاجة وفيها الكلام تاريخي أنا عايز أقولك إن رمسيسي الثاني ده كان ينسام حنون كان رجل رومانسي نعم كان بيحب مراته جدا هو الملك الذي على الواجهة بتاعت معبد مراته قال لها هي هي على مراته التي من أجلها تشرق الشمس آخر مرة قلت لمراتك الجمه دي كان أمتى فإذا أنا عايز كمان أنا عايز أستفيد بالأسماء دي إن أنا أعرف المصري والعربي وكل اللي بيستمعوا إلينا وبيشوفونا إلى الجانب الشخصي والحياتي والعالي الإنساني الإنساني أشكر جميل جدا طيب وفرصة طيبة إن حتى سوشال ميديا عندنا ياخده هذه الأسماء إذا ما ذكرت كده بنتكلم ونقول يعني نبذة تاريخية عنه سريعا شكرا طيب نقول الملك سقن رعع نطق صح ولا إنت ما دصت عزيلا حبيبي ده طيب أنا ما فقطه صح هو سقن سقن حاول لحدك ببساطة جدا لو إنت ما فيش ضمة وفتحة ما فيش تشكيل في الهيروغليفية لكن لو حضرتك قلت السقن هتبقى واو تمام هتبقى سين واو أيو ما عندهمش تشكيل خلاص ما فيش تشكيل في الهيروغليفية نعم فالمنطق مكتوب في اللحظة دي فحتروح كتابها سين واو وده بقى مش مزبوط في الايه فالدكتور بتاع الهيروغليفية حيديك رقم مش لطي دي جيد عشان قلت رعا صح طيب نقول اسمه كله على بعضه بقى حلو كده جميل الرجلة اللي الرجلة بحبه قوي سقن رع ت ع الثاني لأن فيه سقن رع الأول طيب سقن رع تعاهد الثاني ع أو ع كلمة هيروغليفية من معانيها العظيم بص برع البيت العظيم ع بر بيت برع فر ع فر عون فهل فرعون أصلها كده البيت الكبير هو انت مش بتقول البيت الأبيض قرر هو البيت الأبيض بيتكلم مش انت بتقول الاتحادية أصدرت هذا القرار الاتحادية ما بتتكلمش فنفس القصة البيت الكبير اللي هو الأصر بتاع الملك في مصر القديمة ومن هنا تأتي القصة سقن رع تعاهد الثاني ولو أنا طلعت من الأستوديو بعد الهواء وقابلني زميلك يقول لي أستاذ بسام لو كان الأمر بيدك تحط مين أول واحد في الموكب لو سألت السؤال ده للتسعين في المية من العلماء للأثار وانا ليس يعلم أثار ولا حاجة حيقولك مثلا ممكن رمسي ستاني على أساس جهيتم ستالت لو تحطمه ستالت هنجيله ده ده رهيب ده راخل ده رهيب ده راخل واخد بالك ده مسطر تاريخ عجيب سبحان الله يعني ناس عظيم فأنا هقوله سقن رعط عهد ثاني هو لتصدر المشاكل أيوة فان وأنا بقول لحضرتك هو بطل يوم 3 أبريل بالنسبة لنا هو طبع كلهم عظام تمام أنا ما حيبهم كلهم لكن سقن رعط عهد ثاني فاكسات واحد هو الملكة الذي حارب حروب التحرير وقاد الجيش المصري ضد الحكاو خاصوت معلش درسه رقليفة نهارده حكاو حاكم بص حكاو حاكم هاي قرأ ايه بك حكاو حكاو الواو اللي انت كنت بحكمها ده واو الجماعة في الهيرغليف وواو الجماعة في العربي تمام يبقى حكام خاصوت الأراضي الأجنبية دول اللي انت بسميهم الهكسوس ياه والأو ده المعدة تخيل الهكسوس كلمة مش هيرغليفية الهكسوس كلمة غير مصرية نعم فانا بجد ومن قلبي بقى طالب وزارة التعليم انها تشيل كلمة هكسوس وتحط الحكاو الخاصوت هتقولي يا بسام اتعودنا عليها اه يعني الهكسوس مش كلمة غير مصرية مش مصرية خالص المصري القديم لم ينطق كلمة هكسوس في حقيقتها نعم طب هكسوس جات منين جات بعد كده لما المؤرخين بدأوا يكتبوا فاتديجي تقولي طيب يا بسام طب بتعديها هكسوس بقى ما دنيا كلها عارفت هكسوس فهقولك خد بالك جوزيفيوس دات جو المؤرخ الشهير اللي كتب تاريخ العالم اسمه كده اسمه يوسوفيوس من يوسوف يا يوسوفيوس جوزيفيوس دات جو يوسوفيوس اليهود و اليهود كتبوا تواريخ فهذا المؤرخ طالعلك الهاكسوس هم الاكسوس الاكسوس اللي هو الخروج خروج بني اسرائيل وراح رابط بين خروج بني اسرائيل والحكاو خاصوت وده من هنا لغاية لما هخش أنا في الموكب هخوش هو دي الملوك هو التابوت هقضي أقول لك كده لا الهكسوس مش هما الأكسدوس لكن هو عشان يرفع من الشأن بتاع الناس عنده بتوعه فالعب لابن يبقى سقن سقن نرع طعاية ثاني لو كتبت اسمه بالإنجليش على جوجل وعملت بحث في الشهر ده اللي أنا فيه بدون مبالغة العالم كله هتلاقي كاتب ليه عملوا أشعة مقطعية على الجثمان وهو جثمانه مش في حالة طيبة هو لما اكتشف زمان كان في حالة مش لطيفة خلاص ربما اللصوص وهو أيضا قد قتل مضروبا بأسلحة حقاوخ خاصوتية هكسوسية بين هلالين كويس والفتحات اللي واضحة جدا في الموميا تظهر أن هذا الرجل مات ودمه نزل ونزف ومات على أرض المعركة إذن ملك ولكنه لا يقود من فوق التل بسيف هجوم زي ما بتشوف الأفلام لا داخل المعركة الله ينور عنك بيسموه كده الاجوة والمعركة وقتل هذا الرجل كما يقتل الجنود العظام نعم إذن هو الشجاع نحن نسمينه كده عندنا في الأثر بلوانس بقى الشجاع هو الملكة الذي حارف في الصفوف الأولى ودي ملوك أليلين عملوا كده في التاريخ منهم الإسكندر الثالث المقدوني لكن الرجل دمه ومنهم منه وفي التاريخ القديم يعني قبل الميلاد وفي نفس الوقت عندما قتل أخدوا المصريين وحنطوا والمحنتين سابوا الفتحات ما حطوش كان ممكن جدا يعمل إيه المحنت المصري يدوها هيجيبوا كتان كانوا يجيبوا كتان يعملوا بسمخ والسمخ ده يروحوا حطينه كده هوت بكتان وبعدين طبع الصودة ولا تشوف حاجة لكن لا لأن المعبودات في الحياة الأخرى هيتعرفوا عليه ويعرفوا أنه هو قدى أو أنه مات أو قتل أو استشهد لو تحب وفي سبيل مصر وسبيل المصريين وبالتالي يتم الجزاء بقى الجميل في الحياة الأخرى وبالتالي حاجة عجيبة بتطيع تستغرب إيه بقى الأشعة المقطعية وخلاص دي آخر جمه عشان نروح للآخرين الأشعة المقطعية طلع فيها الاتنين الباحثين بتطيع مصر قالوا إيه إيه اتحطت وراء الظهر وأسر ده البحث الجديد إلا أنا طلعت قلت لا الكلام ده غلط يعني طلعت قلت الكلام اللي أنا هقول لك ده ده غلط وأسر وتعامل عليه حاجة بيسموها فاندم سيرمونيال اكسكيوشن يعني إعدام احتفالي وده كان موجود في التوريخ زمان تمسك حد قائد مهم وتحطه وتعمل عليه احتفالية موت والكلام دوت هم قالوا عليه رغم أنه لو يوجد أي نص يثبت الكلام ده تمام فأنا بقى أكرر وبأكد للمصريين والعرب والجميع اللي بيشاهدونا سيخنا رأت على التاني مات في حرب دراجة أنه يعني فيه يعني فيه واحد أجنبي في 2009 اسمه جاري شو ده علم مصريرات مشهور كتب في مقالة علمية إن ممكن يكون مات في سيرمونيال اكسكيوشن فات من 2009 إلى 2021 فخرج الباحثين في مصري يكرروا كلام جاري شو في 2009 وهو كلام خاطئ مليون في المية هذا الرجل كان الشجاع لدرجة أنه فيه علم أجنبي كتب كتاب وأنا بفره كتب ذا مارتر أي الشهيد جميل جدا سقنا رأخ هذا وقت كتير الله دم أنتم يحبه يعني يعني زي ما حقا قلت إن ما فيه تشكيل في الهيروغريفي فبنتكلم فيه الملك تحتمس صح كده الثالث حفوتها لك شوف يا سيدي كلنا عارفين إنه هو ياما تحتمس ياما فيه نسبة تحتمس اللي تنامي الشيروغريفي لكن استولح عليه كده استولح على الاسم الاسم الأصلي جحوتيمس ج لأن المصر القديم كان عنده الحرف ده كان عنده تعطيش الجيم تخيل ج فجحوتيمس المعبود المشهور أنت مش بشوف ساعات تمثيل لطائر اللي بيسموه أبي منجل اللي هو كده ده مش بشوف لي تمثيل كتير لمصرين القدماء عاملينه ده ده اسمه جحوتي ده كان معبود الحكمة معبود الكتابة معبود العلم معبود البحث العلمي تخيل في المصر القديم حضراتكم عملتوا معايا حلقة فاكر بزوم كان عن البحث العلمي في المصر القديم وكانت فكرة حبيبنا الشافعي فالمهم هذا الرجل قاد جيش مصر سبعة هو حكم 54 سنة ده حتمس الكالت ده اللي نسميه نحن تحتمس ده قاد سبعتاشر معركة عسكرية تم تدونها في معابد الكرمك بالبر الشرقي بالأحصر فاحنا عارفين المعارك دي بالتنتوفي يعني بالحصفورة نعم جميل وهذا الرجل عمل معركة تدرس إلى الآن في الأكاديميات واستخدمها أعداءنا أعداءنا أعداء الوطن العربي نعم في أن هما يحتلوا أماكن في حتة الشام وفلسطين وكده المعركة اسمها معركة مجدو وهي المعركة التي قادها في أول سنة من حكمه يعني حتى هذا القائد اللي بالفطرة عبقاري قاد في أول سنة من حكمه يعني ما تجيش تقول لي أصلبالو أربعين سنة بيحكم فعنده خبرة فتخال من أول سنة وبيعمل معركة مجدو وبيطلع فوق جي حتمس التالت صاحب فكرة الضربة الاستباقية لأنه ترجمة نانسي قنقر